بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب لا يقول عبدي وأمتي حكم قول عبدي أو أمتي أولاً أن يضيفه إلى نفسه هذا له صورتان الصورة الأولى أن يكون بصيغة الخبر كقول أطعمت عبدي أو أعتقت عبدي وهذا فيه تفصيل إذا قاله في غيبة العبد أو الأمة فهو جائز وإذا قاله في حضرة العبد أو الأمة ننظر هل يترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد فإن وجدت المفسدة منع وإلا فهو جائز الصورة الثانية أن يكون بصيغة النداء كقول يا عبدي فهذا منهي ثانياً أن يضيفه إلى غيره مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان فهذا جائز الدليل الأول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك لأن فيه تعد على جانب الربوبية وليقل سيدي ومولاي وهذا الخطاب للعبد وهو ليس للوجوب وإنما للإرشاد المباح لأن العلماء قالوا أن الأمر إذا جاء مقابلة لشيء ممنوع صار للإباحة ومنه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ولا يقل أحدكم النهي إما للتحريم أو الكراها وحتى لا يتوهم أنها العبودية التي لا تكون إلا لله عز وجل عبدي للغلام وأمتي للجارية وليقل فتايا وفتاتي وغلامي هذا الخطاب للسيد وفيه أن الشرع إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز وفيه التنبيه لتحقيق التوحيد حتى في الألفاظ المسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر